للأسف للأسف السياسيين والطبقة السياسية عدنا أغلبها طبعا مول كل أغلبها يعني ما يهم الشعب ولا يهم البلد ولا يهم كل ما يهم المنصب والمغانم والمكاسب يشقد راح يجي تجي بهذه الدورة أو بهذه السنة أو بهذه الشهر فالسلطة والسلاح والخروج عن القانون وضرب الدستور والقوانين بعرض الحياة يعني القاضي يقتل ومتاجر المخدرات يعفى عنه يعني فتحالة فوضوية فوضوية العراق عادة يعيشها منذ 2003 إلى حد الآن يعني حق الشعب حق الشعب يعني يعني شين تظر الشعب هذا بعد من هذه الطبقة السياسية شين تظر إذا يسوله فإذا ما يغيرون أقل له شي بسيط من نظام الحكومة تكون حكومة أغلبية ووطنية تتحمل المسؤولية مو تتنصل لما تكون محاصصاتية أكيد الوضع راح يتغير وبلد الخير بلد الخيرات يعني دا أحكي لك على هذول الشباب الكلهم يعني على الطالة بالطالة عايشين على بحار من الذهب الأسود على بحار من الذهب الأسود وهذا حالهم تحت خط الفقر 50% من الشعب العراقي يعني ترى جريمة وإلى متى حتى ش يصير وده يعني ش راح يصير حتى فلان يكون عنده ميليشيات وفلان عنده سيارات وفلان عنده هذي ما تصير حاي مو 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 بناء دولة وين وين وصلنا العراق وين وصل العراق